ماذا نفعل يا أمم الشرق؟ من أمة رعاية إلى أمة مواطنين عنوان اختزل الحلم بتكثيف اللحظة ووجع العربي تحت هذا الشعار التقى هؤلاء من دول عربية غازلها حلم التغيير اجتمعوا هنا تحت سقف اللحظة الحارجة ليعملوا النظر في واقع مجتمعاتهم في هذه الفارقة من التاريخ ويقدموا رؤية موحدة للخروج من نفقه المظلم المؤتمر العربي الأول من نوعه نظمه المجلس العربي في مدينة اسطنبول المدينة التي اتسعت لهم حين ضاقت عن رحابتهم كل العواصم والمدن العربية اجتماعنا اليوم في هذه المدينة العظيمة التي تستضيفنا لأننا لم نجد مدينة عربية واحدة نجتمع فيها كلنا بحرية وأمان ليس صدفة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والناشطة العالمية توكل كرمان والسياسي المصري المعروف أيمن نور وثلة من المشاركين في المؤتمر بالإضافة إلى سياسيين ومفكرين وباحثين من مختلف الدول العربية بعد ثمان سنوات من الربيع العربي هدف المؤتمر لوضع خطوط عريضة لمعالم طريق العرب نحو المستقبل في هذه اللحظة التي يموت فيها العرب جوعا وهي ليست الميتة الوحيدة التي تحيط بهم أريد أن تتذكروا الصورة التي تدق جرس الإنذار بأن معاناة جزء من شعبنا وصلت حد موت أطفالنا جوعا وأن الأمر قد لا يكون حدثا طارئا وإنما نذير شؤمن بما قد يكون غدا جهود فكرية وبحثية يحاول فيها مجموعة من المؤمنين بالديمقراطية بحث سبل أخرى غير تلك التي أثبتت فشلها وتقديم رؤى جديدة بإمكانها إحداث فارق في المجتمعات العربية سواء تلك التي وصلها الربيع العربي أو الدول الأخرى ضرف حساس بالنسبة للشعوب العربية لا سيما مع انتفاضة الشعبين الجزائري والسوداني بعد أن كان أرباب الثورات المضادة يحسبون أنهم تمكنوا من تشويه مفاهيم الحرية والتغيير لدى المواطن العربي بعدما آلت إليه الأوضاع في بعض البلدان نحن هنا اليوم في هذا المؤتمر لنؤكد إيماننا الثابت واعتقادنا المطلق بأن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات يمارسها عبر انتخابات حرة ومع ذلك فهو ضرب من ضروب اغتصاب السلطة ومن الخزي والعار والقبح أن يستمر في عالم اليوم إنه عصر الشعوب هذا ما تقوله اللحظة العربية الراهنة رغم كل المحاولات من أمراء مشاريع الاستفداد وما يوازيها من محاولات تعطيل عجلة التغيير لكنها ليست سوى الزفرات الأخيرة لمشاريع الملوك والرعاية وإذانا ببدء حقبة جديدة عنوانها الديمقراطية والمواطنة المتساوية ترجمة نانسي قنقر